دعا معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للإعمار والبنية تحتية الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة شركات التطوير العقاري إلى تنويع نشاطاتها التطويرية وتوسيع نطاق أعمالها لتشمل تطوير الأراضي لأغراض صناعية وسياحية في ظل ما تتيحه الاشتراطات التنظيمية للتعمير من مرونة تسمح بتحويل الأراضي لتقام عليها مشاريع ذات طبيعة خاصة وبما يساهم في تحقيق التوجه الحكومي القائم على تشجيع الصناعة والسياحة وكان معاليه قد تفضل صباحا هذا اليوم بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع بوابة الاستثمار البحرين التابع لشركة منارة الذراع العقارية لمصرف السلام وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مصرف السلام سمو الشيخة حصة بن خليفة آل خليفة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين من الوزرات والجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص وقال إنه على الرغم من أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الشركات المحلية العاملة في قطاع تطوير العقاري من رفض السوق بمتطلباتها السكنية لأنه قد حان الوقت للانتقال إلى مرحلة أخرى تساهم في مزيد من التحريك لعجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف اللازمة للمواطنين ذوي المؤهلات الفنية وتحقيق أثار مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن العوائد التجارية المجزية على المدايين المتوسط والبعيد وذلك من خلال التحول إلى تطوير الأراضي الصناعية بخصة وأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي المعتمد بموجب المرسوم رقم 36 لسنة 2016 قد خصص ما نسبته 13% من إجمالي مساحة البحرين للاستخدامات الصناعية وأكد معاليه أن البحرين تمتلك من المقاومات ما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين الصناعيين على مستوى الشرق الأوسط فإلى جانب يسر الأنظمة ووضوحها أشار معاليه لأن البحرين تتميز بموقع جغرافي ذي إطلالة مباشرة على البحر والذي تتخذ منه الشركات مقرا لانطلاق مشاريعها التي يسهل نقل منتجاتها من وإلى ميناء خليفة بن سلمان ومدينة سلمان الصناعية المهيئين ببنية تحتية متطورة والمتصلين بشبكة اتصالات ومواصلات حديثة برية وجوية حيث مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وهي جميعها عوامل تساعد على تمكين المستثمرين من الاستفادة من كافة الخدمات اللوجستية والتواصل مع العالم بالجودة والكفاءة المطلوبة وتابع معاليه قائلا لقد دابت البحرين وانطلاق من التوجهات الحكيمة لقيادتها على منح الحوافز اللازمة للمستثمرين الصناعيين والتي تتمثل في اعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة من الالات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليفة اذ يمكن للمستثمر التقدم بطلب الحصول على الاعفاء الجمركي عند حصوله على الترخيص الصناعي من الجهة المرخصة مضيفا معاليه بأن توقيع مملكة البحرين وضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتفاقيات تجارة حرة مع الدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ورابطة دول الأفتة سويسرا وإزلندا والنرويج والاختنشتاين قد أتاح للمستثمرين إمكانية الاستيراد وتصدير دون دفع الرسوم الجمركية ويقع المشروع في منطقة الحد بمحافظة المحرق ويتضمن حوالي ثلاثمائة قسيمة مخصصة للمكاتب والمعارض والمخازن وخدمات المناولة وخدمات البيعة وقد أشهد معاليه خلال الحفل بإنشروع بوابة الاستثمار البحرين باعتباره الأول من نوعه على مستوى المملكة وما يقدمه من حلول متطورة ومية السراع للمستثمرين الصناعيين الذين يمكنهم تملك أراضيهم وتسلم وثيقة الملكية مباشرة دون الخضوع لعقود الإيجار المحدودة موجها معاليه الشكرى لشركة منارة للتطوير على مبادرتها التي تعتبر بمثابة حافز للشركات التطويرية الأخرى لتحذو الحذوى نفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر